شكرا لكم رحمة الله وبركاته ازاي حضراتكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير ومعينا فيديو جديد وخبر جديد بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا نسوش نعمل لايك نشترك في القناة وقبل دا كله نصالح سيدنا محمد اللهم صالح سيدنا محمد خبرنا النهاردة بيتكلم عن ياسمين سعودة وإحرجها لمتابعة بشدة جدا جدا لما سألتها ويتلقى احنا بنحبك جدا ونفسينا نشوف الفرح بتاعك والعرس كان شكله ايه وده انا قرار وعهد خدته على نفسي من اول يوم حياتي الخاصة مش هتتعرض ابدا على السوشيال ميديا اكتر من زهورها هي وخطبها او زوجها الان مروان مع بعض فقط لغير لكن مش هتعرض اي تفاصيل لا فرح ولا غير ولا غيره وده قرار مشترك ما بينها وما بين زوجها وكمان لما متابعة سألتها هل رجوحها للجزير قالت رجوعي للجزير مش دلوقتي خالص منعا بتا انا مش هرجع للجزير دلوقتي خالص خالص ولا زوجي وده قرار برضو ما مشترك ما بينهم هما الاتنين وده مما قده الى يعني احراج المتابعة جدا جدا لان هي المتابعة لها كانت بتحبها وكانت تفسها تشوف لقطات من حفلة زفافها وارصها وشكلها في الفستان ولكن هي رفضت بشكل اقتام جدا وشكل قاسي وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص وانشوف حضراتكم على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد والسلام عليكم ورحمة الله